تعارفين سيدنا بلال عزبوه عذاب شديد جردوه من ملابسه وبقوا ينايموه على الارض الرملية دي في مكة شوف انت لما تبقى في عز الدهر دي انت ما تقدرش تلمس الرمل احنا حتى في الحارة ما تقدرش تلمس ايه الرخام يحرقك فشوف بقى سيدنا بلال في وقت الرمضاء دي جردوه من ملابسه وحطوه على الرمل ومكتفوش بكده وحطوه على بطنه كمان وصدره احجار وبقوا يجروا على هذا الرمل عذاب ما فيش بعد كده عذاب لكن كان سيدنا بلال لانه زق حلوة الامان ما كانش حسس بكل ده يقول احد احد كأن ربنا سبحانه وتعالى افنى عن الحس بشدة حلوة الامان اللي وقرت في قلبه فبقى هم بيحرقوه وهو مش حسس بالنار زي ما سيدنا ابراهيم دخل النار كده وكانت برضا وسلاما عليه عشان كده وهو يقول احد احد فمزج مرارة العذاب بحلوة الامان وكذلك ايضا عند موته اهلو يقولون واكر باه يعني هم في لحظاته الاخيرة وهو بقى ايه يعني بيحتضر حيموت بنته بتقول واكر باه فام قال لها ايه لا واتر باه غدا القى الاحبة محمدا وحزبة شوفت يعني هو الحاجة اللي هي بتبقى فيها كرب لانه زاق دوة الامان بتتحول عنده ان مفيش كرب فيها ده هو بيستقبلها بكمال الرضا فهمت بقى اشتركوا في القناة ראippe الاーい انت حسنا